السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذرين أخوتي بخير كانت منكم كل شيكم بخير وعلى ما يرام لكي يشوفني أول مرة مرحبا بي عند هذا العبد الضعيف في القلب واسع للجميع كلكم أخوتي على علم هذه السيدة هذه اللي فطنجة مسكينة اللي فقدت الإبن ديالها عنده 3 سنين ونص والبنت ديالها عندها 9 شهور بسبب حريق موهويل في الدار خرجت تسخر وخلتهم في الدار بوحدهم وتوفوا بالحارق مشات مسكينة دفنتهم في المقبرة وكانت في حالة سيئة مسكينة حالة نفسية سيئة بحال عادة يخرجوا شي ناس الاختصاص ديالهم هو اللوم والعيتاب خرجوا كي يعتبوا ذلك المرأة هذه وهي في حالة سيئة حالة نفسية سيئة وكي يخرجوا يعتبوها يزيدوا يكملوا عليها وتقدر تنتحر مسكينة كانوا شي ناس أخوتي خرجوا وعاتبوا هذا المرأة ولاموها اللوم والعيتاب قالوا لها أنت السابف ذاك الشي اللي يوقع لولادك علش خرجوا وخليته في الدار بوحدهم ذاك الشي باش نشرح لكم هذه المسألة من الشق الديني ومن الشق العملي والعلمي حيث نركزوا بزاك في المغرب بغير للشق الديني التواكل ما كان نخذوش بالأسباب منذكورها في القرآن عندنا التواكل بزاك وإلا نحتوه في المغرب عندنا دي ما هانية هانية ما تخافش راحنا قلسنا البارح تماما ما كانت تشي حاجة راهانيا دكسور ما غايطيحش راهانيا راهام وحنا كانت قهوة تماما ما تخافش ساحبي ما غايب قعدتها شي حاجة راه المكاتب ربي لك تبلك شي حاجة راه مكتبها لك وخال الصور يعني هش وغايقدر يطح في أي لحظة وكان قلسوه عام ذاك الصور وحنا كان قلسوه تحتوه مع مرتاح اللحظة اللي كان قلسوه فيه في ذيك اللحظة هذي كي يطاح وكيموت شي واحد ما وكان قوله هاتشي اللي يكتب علي الله هاتشي راه مقدروله الله مسكين راه عام وحنا كان قلسوه هنا مع مرتاح وكان قلسوه وقل سمعنا نرتاح الصور وتوفاء مكتاخدش بالأسباب لأخذ بالأسباب الصور هش غادي يطح في أي لحظة خصوه يترمم مخصناش نقلسوه تمك حيث الأخذ بالأسباب مذكوره في القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقين والمخلوقات جاءه شخص وقال له يا رسول الله هل أترك نقاتي وأتوكل بغي توكل عن الله ويخلي النقات دياله ما يربطهاش مخداش بالأسباب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعقلها وتوكل تعقلها وتوكل يجب أن تدير الأخذ بالأسباب حيث مذكورها في القرآن حيث الأخذ بالأسباب كتكامل مع التوكل والتوكل كيتكامل مع الأخذ بالأسباب جوج بهم كيتكاملوا لماذا؟ لألا تكون لك على الله غداً حجاتاً تكون واحد الحجة يعني تبغي تدي فيه على الله وتكذب تقول له أنا ما في خباريش ما كنتش عارفة سيدير بيه الله غي يقول لك أنا خلقتك بالعقل وميسك على الحيوان بالعقل كتعرف الشر وكتعرف الخير وإلا لحته هنا بأن المسألة العلمية الشق العلمي يتكامل مع الشق الديني كيتكاملوا بجوج بهم لأن الأخذ بالأسباب يعني في الشق العلمي في العمالي والتوكل على الله في الشق الديني يعني بجوج بهم كيتكاملوا ما كينش غير التوكل على الله ببوحده أخذ بالأسباب الشق العمالي والعلمي الذي لا نأخذ به نحن في المغرب نحن في المغرب لا تخاف لأن الكلب مربوط لأن الكلب مربوط لا تخاف على الدري ويجب أن تكون السنسلة بأسفل ويأكل لك الكلب لأولد لا نأخذ بأسباب كنت تقولوا دي مهانية يا را ربي مكتب كل شي لقدر له شيء لأن يتحمس مستحر هذا هو المشكلة لأنه مغرب ويقع لها ونأخرج نعاتبها ونشرح بأسفل المسائل للناس بشياء فهموا لأنه لا يبقى يعتبوا الناس ويلومهم لأنها المسكينة ويقوم بأزمة نفسية بفقدان لأن الولاد مساكن في لدات الكابية وكتزيد منها باللوم والعيتاب الغلط الكبير ويقعون فيه العديد من النساء الذين يخرجون من 6 إلى 20 عام ويقوموا بشياء يعملون في الشركات يتعلمون في الشعر يتعلمون في الدار مع 3 أولاد صغار و 4 أولاد يتعلمون بإمكانهم محتياجات يومية ويحتاجون الكثير من الحويج حيث أنه طويل ويقوموا بأسفل ويقوموا بأسفل يجب أن تتعلمون في المرأة مسكينة التي تربيه لأولاد ويقوموا بأسفل ويقوموا بأسفل مثل تقدمون الخميرة قادة أخرى مع عشية ويقوموا بأسفل القزينة ويقوموا بأسفل وأتدخل سأتدخل تشكف ويقوموا بأسفل ويقوموا بمترس تدخل خالق الحب ويقوموا بأسفل ويقوموا بأسفل أي شيء ، gratitude تقضي الأغراض ديالها. هذا الشيء الذي ترى لهذا المرة مسكينة أنها مشت وخلت الأغراض في الدار. وهذا هو الغلط الكبير الذي ترتكبه. أنا جيت لكم هذا باب الحل. إذا كنت تمشي للحنة خمسة دقائق وترجعي. حب هذا لو أنك تدقي على صديقة ديالك. اللي أنفس معك الجارة ديالك وتطلبيها وترغبيها. ما غاديش ترفض لك الطالب ديالك. قولي إلى أختي. قل سيلي مع الوليدات أنا مزاوج خمسة دقائق. لنقضي غير شيء غراض ونجي. اللهم ترجعي تلقي الأولاد ديالك بسلام. ولا ترجعي وتلقي مكروسة بالأولاد ديالك. وهذا الشيء هذا اللي كنت أسفله بزاف لما بقاش عندنا ونداتر. تكافل اجتماعي في المغرب. هو اللي قدب هذا المشكل اللي يوقع هذا المرة. لأنه كان عندنا التكافل الاجتماعي في المغرب ما زال بحل تمانينات. الجار يوقف معه جاره. وكان جار جارتها وقفت لها مع الأولاد دياله وقلست معهم تجي. ما غاديش يوقع هذا الشيء هذا. هذا هو المشكل. صلب الموضوع كنت أقول له. لماذا لدينا هذه المشاكل لأنه لم يبقى تكافل اجتماعي في المغرب. كل واحد شد بابه عليه. هذا الشيء لم يوقع هذه المشكلة لهذه المرة. خلت مسكين الولاد دياله بوحدهم. حيث لم أجدت شيء مرأة اللي ستجلس معهم عندما ترجعي من اللحانوت. العديد ديال الناس يوقعون لهم هذه المشاكل في المغرب. لأنه يربط مصير ديالهم بالتوكل على الله. وليس يأخذوه بالأسباب. أنا أقول لكم لماذا يجهلون العديد ديال الأمر اللي سنقول لنا دابا. مثلا في الدار ديالك عمر قدرتي لونتروتيان في الدار ديالك. وعرفتي ما نقصه وشخصه 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 وشخصه. أعطيكم مثال. نقص الخيط دياله يربطونه بسكوتش وشخصه 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 وشخصه. هذا هو المسائل التي يجهلون العديد ديال الناس في المغرب. كنت أخذوه لك بتواكل. كنت أخذوه لك تبلاشي حاجة كتبها تدري عنده عام. هو صغير. سيحيط الخيط دياله على الخيط دياله. هذا هو المشكل الذي كان في المغرب. قبل ما تخلي حتى أولادك في الدار بعدها. تراقب تشوف الغاز وشخصه في الضوء. تشوف الماء. تشوف بزاف الحوايج وشخصه. عنده تلت سنين نغيز. أو الفرشيطة ويدربوا للعين أو للراس. تراقبوا هذه المسائل. تردوها لباله صاحبي. لا تردوه لباله. هذا هو المشكل. التواكل. الأخذ من الأسباب. والتواكل. ما يجوز بهم؟ الشق العلمي والشق الديني. أنتوا لا تخذوه بالشق الديني ببوحده. قلتك الله. قلتك بالعقل ديالك. غلط كبير كيرتكبوه. العديد ديال الناس ولكن ما يردوه لبال. منين كتخلي الجاميلة ديالك فوق البوطة. كتنقص عليها شوية. وكتقول غنمشي نقضي شغارات فرس الدرب. ولا غنقضي شغارات غير قريب هنا. وغننقص على البوطة فاش نجلقى الجاميلة واجده. باش ما نضيعش الوقت. شكو اللي قال لك انت غادي تخرج من الدر. وغتوقع لك ليستر اكسيدون. شكو اللي قال لك غتوقع لك ازمة صحية بره وطيح. الدر ديالك غادي تحرق كلها. فاش غادي تطيح واجيك ازمة قلبية. باش غي يعرفون الناس بان انت خليتي البوطة فالدار. وانت وقعت لك ازمة صخفتي. ولا اكسيدون. ومنك توقع لك اكسيدون. واش تغتفكر بان عندك البوطة فالدار مشعولة. وغتتحرق الدر ديالك كلها. وغتتحرق بتجيران معاك. منين يخرج بنادم البريق يقضي شي غرض. واخرجوش دقائق يدفي البوطة. ويقضي الدر دياله ويراقب الدر دياله. واش فيها واش كين شي بريز معري. واش روبين يمحلول. اش كين واش كين شي مشكيل. فالدار عباد الله. راقبوا الدر ديالكم قبل ما تخرجوه. وعاد خرج قضي الغرض ديالك. حتى لا وقع لكم قروه. برا لا قددر له. ولا بعد الدر ديالك تبقى مأمنة. الرسالة ديالة اللي بغيت نوصلها السيدة هذه. وكنتمنى انها توصلها. انني ما جيتش نعاتبك. بل جيت نطمأنك. ونقولك بان الرسول عليه الصلاة والسلام. اشرف المخلوقين والمخلوقات. وفقد ثلاث من ابنائه ذكور. وكانوا فطرة الرضاعة. واعتبر ذلك ابتلاء من عند الله. الله يرحمهم برحمته الواسعة. ولم يرتكبوا. ولو ذنبوا واحد في الدنيا. مرتكبوا ذنب هذوك الدراري. مشاهم سكن ملائكة. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يصبرك. على ذوك الوليدات هذوك. الله يصبرك. خير الكلام مقلة ودل أخوتي. كانتمنى نهر سعيد للجميع. إلى حلقة قادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.